مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستكداد اللي موجودة على الساحة الرياضية خلاص الموسم الرياضي بدأ رغم انتهاء الموسم الماضي منذ ايام قليلة لكن مواسم متلحمة كلها بالتأكيد بسبب جائحة كورونا لكن الحمد لله الاهلي بيسير بخطة سبتة سلاسية واستعداد لموسم جديد وان شاء الله مرحلة تكون ايجابية بالنسبة للفترة القادمة والمشوار المحلي كبداية ثم المشوار الافريقي مع مباراة ان شاء الله في منتصف الاسبوع القادم لكن نبدأ بسؤال حلقة النهاردة خاصة بعد ختام مباريات الجولة الاولى من اسابيع الدور العام كل الناس تخش تشارك معنا في السؤال اللي عن اطرحه من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا ايه هي افضل مباراة في مباريات الجولة الاولى للدوري العام شاركوا معنا من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل مشاركات الجمهور لكن خلونا نشوف أهم ترندات وعنوين حلقة النهاردة في برنامج الترند في الترند الأهلي موسيقى 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 وفي الترند المحلي طائرة خاصة لإعادة منتخب الشباب من تونس مسائل موسيقى موسيقى وفي الترند العالمي منع حضور الجماهير في لندن بسبب كورونا موسيقى هنستعرض مباريات اليوم كان النهاردة بالتأكيد يوم للسلساء لكن ما زالت هناك مباريات وختام بعض المباريات في الدوريات الأوروبية نبدأ مع بعض النهاردة في مبارتين في الدوري الإنجليزي ويلفر هامبتون هيلعب مع تشيلسي الساعة 8 بتوقيت القاهرة والساعة العشرة مساء ختم المباريات منشستر سيتي في مواجهة مع ويست برومتش ألبين مباريات اليوم في الدوري الأسباني أيضا ولكن في الصهرة الساعة 11 مساء نادي الملك ريا المدريد في مواجهة قوية مع أكلتكو بالبعو وفي الدوري الإيطالي مباراتين أيضا الساعة السابعة والنصف أودينيزي هيلعب مع كروتوني والساعة العشرة إلا ربع بين فنيتو هيلعب مع لاتسيو بالتأكيد مبارياتها قوية ومسيرة لكن بالطبع كلنا بننتظر عودة مباريات الدوري المحلي خلال الفترة القادمة بالتأكيد مباريات قوية إن شاء الله الفترة اللي جاية ومباراة الأهل والمحلة إن شاء الله مباراة بإذن الله يوم الجمعة القادم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا ولكن في فقرة ترند ترند أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند ترند طيب سريعا عشان وقتنا لأننا عندنا كلام مهم جدا في هذه الفقرة تحديدا أول حاجة متعلقة بمنتخب مصر للشباب ما كنت أتمنى أقول هذا الخبر في هذا التوقيت لكن للأسف نتيجة تظروف كثيرة جدا ممكن نستفيد في الحديث فيها في حلقات أخرى قادمة اللجنة المنظمة لبطولة شمال إفريقيا اعتبرت منتخب مصر خسرا أمام المنتخب الليبي واعتبرت فوز المنتخب الليبي بسبب طبعا عدم وجود عدد مناسب بالنسبة للعبي المنتخب الوطني للشباب في هذه المباراة طيب كان من المفترض أن النهاردة فيه مسحة طبية لتسع لعبين مصريين لكن للأسف المسحة كانت إيجابية والنتيجة قبل موعد المباراة لم تظهر وبالتالي انتظروا لمدة نصف ساعة موعد انطلاق المباراة والعدد اللي تقدم به إدارة بعثة منتخب مصر الشباب للأسف كان أقل من خمستاشر لعب وطبقا لللاقحة الخاصة تحديدا بالكوفيد وللاقحة الكورونا طالما العدد أقل من خمستاشر لعب بيعتبر الفريق خاسرا بنتيجة 3-0 طبعا قرار صعب جدا ومجهود كبير جدا اللي الكابتن رباية يسينا على مدار سنتين بيضيع بسبب ظروف كثيرة جدا هنستفيد في الحديث فيها لكن بشكل عام وانا بتكلم معكم اللاعبة في التوقيت الحالي مش عايزة ترجع وعايزة تقعد تكمل البطولة اللاعبة طبعا صعبان عليها مجهود كبير جدا على مدار سنتين كتعايزة تكمل وعايزة تكون موجودة لكن هنأعمل فلاش باك عشان الناس تبقى متابعة معنا وتعرف اللي حصل خلال الفترة الأخيرة بداية الكابتن رباية يسينا كان ليه طلب ان الفريق سافر قبل موعد البطولة بحوالي أسبوع عشان يستعد لتصفيات بطولة إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم اللي بالتالي هتكون مؤهلة أيضا لكأس العالم الفترة اللي جاية المنتخب سافر لكن للأسف بدون رئيس للبعثة بدون مدير إداري لان المدير الإداري كان العينة بتاعته كانت إيجابية قبل السفر وبالتالي الفريق سافر بدون رئيس بعثة وبدون مدير إداري رئيس البعثة كان مشغول طبعا بعدد من الأمور هنا في اتحاد الكرة لكن كان يجب أن يكون فيه رئيس للبعثة مع المنتخب في الفترة الحالية خاصة أنه يبطولة قوي جدا وبطولة مؤهلة لكأس الأمم وجيل بيشتغل بقاله سنتين عشان يوصل للمرحلة دي وبيستعد المباريات مع ليبيا والجزائر وتونس والمغرب والبطولة بتستضيفها تونس خلال الفترة الحالية عموما المنتخب سافر قعد أسبوع ممكن نتطفق أو نختلف على فكرة أن المنتخب يسافر قبلها بأسبوع خاصة أن تونس الأجواء بتاعتها مش مختلفة عن الأجواء المصرية في ظل حالات كورونا كل ما تقل المدة وإنت موجود في معسكر خارجي كل ما يكون أفضل لكن عموما المنتخب سافر والمشهد هناك بقى بالنسبة للدولة المنظمة شقانة في تونس فكرة أن خمس منتخبات يكونوا موجودين في فندق واحد هنا الإجراءات الاحترازية هتبقى صعبة جدا فبالتالي التنظيم بالنسبة له هذه البطولة خمس منتخبات في مكان واحد ده كان صعب جدا وده حتى بشهادة وتصرحات الكابتن الربيع السين كان مستغرب جدا من هذا الأمر وطبع الإجراءات الاحترازية مش هتبقى بالشكل الملائم في هذه البطولة والاستعدادات عموما اللعيبة عملت والجهاز الفني عمل مسحة كورونا وللأسف كان 18 شخص من البعثة من ضمنهم الكابتن الربيع السين حالات إيجابية الجهاز الفني والبعثة الرسمية تواصلت مع المسؤولين هنا أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند أولاين تريند أولاين النهاردة هنناقش الجدول الدوري والمواعيد والنتائج اللي حدست فيه الجولة الأولى طيب نبدأ مع بعض نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري طبعا كان فيه مباراة تقاوية على مدار عدة أيام خلال الفترة الأخيرة نبدأ أول مباراة خسر على ملعبه أمام أسوان 1-0 طلعا الجيش تعادل مع الجونا 1-1 الانتاج الحربي خسر على ملعبه من سيراميكا كليوباترا 2-0 البنك الأهلي تعادل مع وادي ديجلا 1-1 بيراميدز خسر على ملعبه من الاتحاد السكنداري 2-1 والمقالون العرب أيضا خسر على ملعبه من الزمالك 2-0 والمصر والإسماعيلي ديربي القناة انتهى بالتعادل سلبي 0-0 والأهلي فاز بنتيجة عريضة على مصر المقصة 3-1 وفي ختم المباراة بالأمس سموحها تعادل مع غزل المحلة 1-1 طيب دي كانت نتاج مباراة الجولة الأولى الجولة التانية على طول سريعا ما فيش وقت لازم تكون المباراة كلها متلاحقة وربعض طبعا يوم 16 ديسمبر في ثلاثة مباراة في توقيت واحد أسوان مع طلاع الجيش سيراميكا كيليوباترا مع البنك الأهلي ودي دجلة مع المقالون العرب يوم 17 ديسمبر في اليوم التالي أيضا في ثلاثة مباراة الجونة مع المصري والإسماعيلي مع إنتاج الحربي وبراميدز مع الزمالك يوم 18 يوم الجمعة في ثلاثة مباراة أيضا مصر المقصة مع أمبي والاتحاد السكنداري مع سموحة والأهلي مع غزل المحلة في ختام مباراة الجولة الثانية وبالمناسبة بعد هذه المباراة الفريع يتوجه إلى المطار استعدادا للسفر إلى النيجر طيب ترتيب جدول الدوري بعد الجولة الأولى طبعا لسه الترتيب بشكل عام مش هيبان من دلوقتي لكن من خلال نتاج الجولة الأولى الأهلي في الصدارة مع الزمالك والسيراميكا والاتحاد وأسوان الخمس أندية في المركز الأول بثلاثة نقاط دجلة سموحة المحلة الجيش الجونة البنك الأهلي الإسماعيلي المصري بنقطة واحدة وفي زيل وجدول الترتيب برامد زوائمبي والمقصة والمقاولين والإنتاج بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في الجولة الأولى من مباراة الدوري العام طيب مزيدا من التفاصيل في هذا الأمر عشان بقى نتكلم على فكرة النتائج اللي تحققت في الجولة الأولى وإزاي نقدر نقايم هذه النتائج ونشوف المرحلة الجاية بالنسبة لي الدوري العام وهل البداية ممكن تقول لنا أن الدورة هيكون دوري ساخن دوري قوي والأرقام كمان اللغة بتاعتها في هذا الشأن هتكون إزاي طيب لذلك في هذه اللحظات أنا هيكون معايا محل الأداء والطبعا الناقض الرياضي على الأستاذ أيمن محمد عشان نستعرض معاه من خلال فقرة تريندو أونلاين الجديد بالنسبة لمرحلة هذا الموضوع ونتكلم على الدوري العام طيب طبعا برحب بيقى الأستاذ أيمن محمد ده محل الأداء أستاذ أيمن مساء الخير عليك ومنور الدنيا وبسعى دايما بلقائك لأنك بتتكلم في تفاصيل فنية مهمة جدا برحب بك في البداية مساء نور يا بحمد وأهلا بيك وأهلا بكل السيدة مشاهدي القناة الأعلي الحبيبة ومسوط جدا أنا متواجد معك الله يخليك أيمن طيب وإحنا بنستعرض النتائج والمباريات وجدول الدوري في الجولة الأولى ومباريات الجولة التانية تقدر تقول البداية شكلها إزاي ولغة الأرقام بالتأكيد من خلال متابعتك بتديك صورة بداية على شكل الدورة يبقى إزاي مبدئيا كده المباريات الأسبوع الأولاني امتازت بالحماس وبالقوة الشديدة وده شيء متوقع خصوصا للفرق الصعدة من الدورة للدرجة الأولى زي سيراميكا كتباترا والبنك الأهلي وحتى قز المحلة اللحقة مبارح مفاجأة بالتعادل مع سموحة واحد واحد وكان قويب جدا ممكن يخطف تلات نقاط في الآخر المباراة الجولة فيها بعض الظواهر الإيجابية والجيدة جدا 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 من ناحية المجاعة الهجومية أو الرغبة بتحقيق الفوز في مدارس جديدة موجودة في قلب الكورة أو يعني مداربين جدا بيحاولوا يقدموا واجه جديد للكورة ما فيش خوف اللعيبة حتى لو طلع من دور الدرجة التانية بتقدم مستويات جيدة جدا والفرق الجديدة عايزة عندها رغبة أكيدة أنها ما تكونش ديوف شرف ويطلعوا أو يفضلوا موجودين في الدور الممتاز ما ينزلوش تاني طبعا فيه مفاجآت برضو كبيرة زي زي غزل المحل زي عفوا زي الاتحاد سكنداري وفوزه على بيرامد القاهرة وخصوصا النهاية الدراماتيكية الخاصة برقلة الجزاء وبعد كده لم يتم احتسابها في الآخر وبعد كده الهجم الأخيرة اللي أحرز من خلالها خالد الغندورو اللي كان عن طريق عن طريق محمد عبد السامير اللي هو برضو لعب المنصورة والبرضو اللي هو القادم من دور الدرجة التانية ففي دم جديد نقدر نقول في دم جديد موجود سواء على مستوى اللعيبة أو حتى على مستوى المدربين زي هيسان شعبان في نادي سيراميكا دم الجديد دوت مبدي للجولة الأولى حماس برضو طبعا فيه حصلت أخطاء موجودة من بعض المدربين زي أرو بارينا وده أثر بشكل كبير على مستوى فيه طبعا حاجات إيجابية جدا مثلا وبنتكلم على الأهلي وبيتسو موسيماني عمل في المباراة حوالي وده معدل خلق فرص أو معدل خلق فرص للتهديف عالي جدا 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 يمكن حتى ما بيظهرش ساعة حتى في مطشاط أوروبية أو مطشاط عالمية فيه ناس هتيجي تتكلم معي وتيجي تقول لي مثلا برضو عشان خاطر كابتن إيهاب جلال مع مصر المقصة بيلجأ وده حقيقي لكن لما نيجي نقارم ما بينه وما بين ونشوف أن معدل خلق الفرص المحققة للتهديف زي ما بنتكلم عنها في علم البيانات وصل ل بس فده معناه أن الأهلي كان برغم أنه هو كان بيخلق عدد عدد كبير جدا من الفرص هجومية لكنه لم يتهدد دفاعيا بشكل يتناسب مع الكم الفرص اللي أنت بتتكلم يعني أنت فيه فرق ممكن تلعب هجوم فيبقى ليها تخلق فرص بشكل كبير ويتخلق عليها فرص برضو بشكل كبير لكن أنت قدام مصر المقصة أنت خلقت فرص بشكل كبير جدا وفي نفس الوقت أنت دفاعاتك كانت محمية إلى حد كبير جدا وده شيء إيجابي الخطط مثلا هنتكلم عن الخطط طبعا التحول أو الفكرة بتاعت أربعة أربعة أطنين اللي بيعابها بيتسو موسيماني أربعة أربعة واحد واحد مش بالشكل التقليدي أنت عندك اتنين مهاجمين أو اتنين رؤوس حربة لأ أنت عندك اتنين متحركين طول الوقت أو الاختراقات الحد اللي تحصل سواء من طاهر أو من نصر ماهر من أقصى اليمين لأقصى اليسار والعكس صحيح التقدم الزائد لكهربا أنه بينضم المحمد شريف فبيخلى النصحات العالية معلول بيتسو موسيماني بيقدم استراتيجية مختلفة تماما في الدوري أو في فكرة أنك أنت بتدخل المنافس معك في الجيم عشان خاطر تفتكر أنه هو أو هو يفتكر أنه هو عنده فرصة أنه هو يكسبك لكن في الحقيقة أنت بتشتغل تبقى الاستراتيجية بتاعته وطبعا مع توالي المباريات وزي ما أنت قلت بكرة كمان تبتدي الجولة تاني مباشرة هيبقى ألو ايوة اتفضل ايمان معك هيبقى مهم جدا المديرين الفنيين في الاندية أن هم يستغلوا أجزاء كتير من المطش اللي عمليت والاستفادة بالخمس سدلات عشان خاطر يقدروا يأثروا أو يقدروا يحفزوا على الرتمة تاعة الفريق أو يحمل الفريق من الإصابات الممكن تكون تصيبهم في الجولة السدلة داخل المجرية طيب ايمان أنا ليس سؤال وأعتقد هو هيبقى مختلف شوية عن البدايات تحت الدور العام أنت بتتكلم في دوري المفروض لما كان بيبدأ نسبة التهديف في الجولة الأولى بتبقى ضعيفة المرة دي احنا قدامنا رقم 18 هدف في الجولة الأولى هل ده معناه إيه؟ معناه أنه كان فيه تلاحهم مواسم فبالتالي فتنس المباريات واللي أقل بدنية والفنية خلاص ما بقيتش فكرة النية ممكن يكون يعني سبب أن المعدل التهديف مش كبير لكن البداية شايفها قوية يعني شايف جزائي دي زلني 18 هدف في أول جولة معناه أن اللعيبة كلها والفرق كلها فتنس المباريات واللي أقل فنية موجودة ما هذا اللي أنا قلت لك عليه فيه رغبة كبيرة جدا من كل الفرق أنها تقدم مستويات قوية من البداية كل الفرق بتهاجم باستثناء مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة اللي كان الأداء فيها سلب للغاية الحقيقة لكن كل الفرق باستثناء إسماعيلي والمصري أقصد كل الفرق بتهدف أو حتى خلقت فرص للتهديف يعني فيه فرق مثلا ما هدفتش مثلا زي ما قولين العرب لكن كان برضو بيحاول يخلق لنفسه بعض الفرص وكان قريب جدا أنه يسجل الأهلي طبعا سجل مصري المقصة زي ما احنا قلنا هي حتى كرة واحدة بده يسجل منها فكل الفرق عندها الرغبة الأكيدة تكسب وأصبح الشغل الهجومي أو الشغل الفكر الهجومي مسيطر إلى حد المقصد وده متوقع ومقبول جدا خصوصا في البدايات لأنك أنت ما عندكش لسه حسابات النقطة وطبعا اللي بيكسبوا بيها خطرات ثلاث نقاط في البدايات ده بيأمن مركزه مثلا إذا كان فريق بيرغب في أنه يحافظ على بقاءه في الدولة الممتاز أو أنه هو يحاول يكون قريب من المربع الزهبي أو من الخمسة أو الستة الكبار أو حتى في الفرق المتنافسة على اللقب زي الأهلي والزمالك طبعا البدايات بنسبة لهم بتبقى مهمة جدا عشان فاطر احنا شفنا السنة اللي فاتت مثلا للأهلي بعد 8 أو 9 أسبوع كان بيئ جدا عن باقي المنافسين وده اللي أثر على فرص باقي المنافسين أن هما يحاولوا أن هما يطردوه في باقي المزالك البدايات دائما بتبقى طوية جدا وكل الفرق بتسفع على الفوز لذلك التحفظات الدفاعية بتبقى أقل كتير أيمن محمد محلل الأداء أنا بشكرك شكرا جزيلا لهذه التغطية الرقمية والفنية للجولة الأولى وبالتأكيد الفترة الجاية هيكون لنا تغطية على معدل عدد من مباراة أطول ومع كمان انطلاق دورة أبطال إفريقيا منتصف الأسبوع القادم بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيليك يا رب شكرا جزيلا كان لقاء مهم جدا مع الأستاذ أيمن محمد ده محل الأداء لسه عندنا تفاصيل أكتر ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي نتكلم بقى أكتر على المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا عن النادي الأهلي والاستعداد بالنسبة لمباراة غزل المحلة أول حاجة معايا من صفحة الحساب الرسمي للوطن سبورت على تويتر نشروا أن محمد شريف هيقود هجوم النادي الأهلي أمام غزل المحلة محمد شريف عامل مستوى متميز في مباراة المقصة وأدى بشكل رائع جدا تحرقاته مساحات اللي بيلعب فيها لعب محوري ويقدر بيتس مسماني يعتمد عليه خلال المرحلة اللي جاية مع قهربة مع طاهر محمد طاهر مع أفشة مع عدد من اللعيبة يبقى عندك محاور هجومية ممتازة وبالمناسبة ألف مليون سلامة على ناصر رماهر إن شاء الله يعود سريع لأنه أحد الدعام الأساسية وأحد أبناء النادي الأهلي وألف مليون سلامة أيضا على جونيور أجا ي طيب كمان معنا من حساب سبورت 360 مصرية بيتكلموا بقى على نجوم خلف التوقعات وتقلقوا مع بيتسو مسماني أبرزهم طبعا محمد مجدي أفشة بتتكلموا بفكرة تحليل الفني أفشة من اللعيبة اللي تطور أداءها بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي وحاليا هو أفضل لعيب بيجيد رقم عشرة في مصر بفضل تحرقاته الزكية وتمريراته الرائعة أيضا كمان بنتكلم على قهربة والحلول الهجومية مع النادي الأهلي وقهربة أيضا كمان الفترة الأخيرة بيثبت وضعه ومكانه في التشكيلة الأساسية بحماسه وبروحه وأيضا كمان مع أداءه الفني والجزء الثاني أو جزء الثالث متعلق بالناحية الدفاعية أداء أيمن أشرف في قط الدفاع والتأثير القوي لوجوده في دفاع النادي الأهلي أي أن كان من اللي بلعب بجواره سواء سعد سمير رامي ربيعة بدر بنون ياسر إبراهيم أيمن مستوى سابت وبيؤدي الوجبات الدفاعية منه بشكل كويس طيب نروح لحساب بطولات على تويتر نشروا أن اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاستخدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك هذه المباراة إن شاء الله هتكون موعدها يوم 28 ديسمبر طبعا في نهاية هذا الشهر وحاليا اتحاد الكرة ولجنة الحكام بتخاطب عدد من الاتحادات خاصة في أمريكا الجنوبية والشمالية لإدارة المباراة القادمة وتحديدا المباراة القمة بين الزمالك والأهلي واللي جليما بالنسبة كبيرة هتلعب وستقام على استاد برج العرب ده بشكل عام المحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا بالنسبة لتريند الأهلي أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج التريند الفقرة الأخيرة بقى تريند العالمي لأن التريند العالمي خلال الساعات الأخيرة كان فيه جدل بخصوص فريق أحلام أو اختيارات الفرانس فوتبول اللي تمت خلال الساعات الأخيرة أبدأ أول حاجة معي طبعا من الحساب الرسمي لفرانس فوتبول على تويتر نشروا تشكيل فريق احلام القرى الزهبية طيب ركزوا معايا في حراسة المرمى الايطالي بوفون في خط الدفاع قافو باولو مالديني وفرانس بيكنباور في وسط الملعب اندريا بيرلو وتشافي زين الدين زيدان ديجو ماردونا طبعا وفيه الهجوم ميسي وكريستيانو رونالدو ورونالدو الظاهرة مهاجم طبعا البرازيل طيب هنا كان فيه طبعا تعليق لسامويل اتو واحنا بنستعرض طبعا تشكيل فريق القرى الزهبية مفيش ولا لاعب افريقي في فريق الاحلام ندرجة حتى نصموو الاتو وديديد روقب قاله واحنا خلو بنلعب سباحة او بنلعب تنسじゃي فريق احلام الكرى الزهبية وفيه القرى العالمية مفيش ولا لاعب الافريقي واتو وايضا كمان ديديد روجب كان لهم تأثير كبير جدا فيه الكرى الاوروبية من خلال رحلت احتراف فيه الانديا الكبيرة فيه الدوريات الاوروبية فبالتالي دي اختيارات الفرنس فوتبول ومن خلالها ظهرت هذه الأسماء طبعا دي جوماردونا وأسماء كبيرة لا تعليق عليها لكن على الأقل كان ممكن يكون موجود سامول إتو أو دي دي دروبة طيب نروح له حساب كريستيانو رونالدو على تويتر وبتكلم انه هو بيشرفه بالتأكيد انه يكون جزء من فريق احلام من فرنس فوتبول فوتبول يا له من فريق احلام مذهل كلهم يستحقون احترامي وانا فخور بوجودي بين هؤلاء اللاعبين الاستثنائيين شكرا جزيلا طيب نروح كمان للدوري الانجليزي من خلال البي بي سي سبورت على تويتر اللي بيقولوا ان الجماهير لن تحضر المباريات في لندن اعتبارا من غدا الاربعاء في الدوري الانجليزي بسبب انتشار فيروس كورونا طبعا الربطة كانت اتخذت قرار بحضور عدد محدود من الجماهير في مباريات البريمير ليج لكن طبعا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في لندن تحديدا فبالتالي كان فيه صعوبة على بالنسبة لي الفرقة ان يكون فيه حضور جماهير طيب نروح لمشاركات الجماهير بخصوص السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وهو متعلق بافضل مباراة في الجولة الاولى من مباريات الدوري العام حمد عمد بيقول الاتحاد والبيراميدز والاهل والمقصة محمود ده جمال بيقول الاتحاد والبيراميدز صلاح ابراهيم طلبة بيقول الاتحاد والبيراميدز نشوف مشاركات اخرى واراء للجماهير يوسف كمال بيقول الاتحاد وبيراميدز كانت من اقوى المباريات محمد امام بيقول سراميكا والانتاج احمد اكس بلاك بيقول الاهل والمقصة في كذا رأي على كذا مباراة وده شيء مميز محمد ممدوح بيقول ببيراميدز والاتحاد من طلاب بتقول الاتحاد وبيراميدز هاني محمد دعشوش بيقول الاهل والمقصة طيب دي كانت عينة وبعض اراء من الجماهير بخصوص افضل مباراة في الجولة الاولى من مباراة الدوري العام الى هنا اصل الختام برنامج التريند اشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير باذن الله في حلقات جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء